لما الشباب قلنا اكثر من ثلاثين بالمية تحت خط الفقر واصل لستين بالمية من الشباب بدون عمل لوان حيلجقوا كيف الشاب بده يفتح بيت ويطعم اولاده هتكتر تجارة المخدرات ولبنان بسم الله ما شاء الله متصدر لزراعة المخدرات والحشيش هتكتر زراعة المخدرات حالات النصب من حيث يدري او من حيث لا يدري بكون الواحد والله سؤال الناس بكون الواحد عزيز النفس بس كثرت الامور الاقتصادية اللي اللي عليه بخلي يطرق هالباب وهالباب وهالباب ويمشى بالشوارع يشحد ويحكي مع حاله. أي جمعية بتروح عند هلأ عند الجمعيات بقول لك بطل في عندنا مجال نستوعب طلبات من كثرة طلبات المساعدات.